يعني تخيل كده حضرتك ولد وبنت بيحضنه بعض هتلاقيني بعتولك على الواتس ولد وبنت بيحضنه بعض خارج المدرسة البنت خارجة من المدرسة واقف ولد أحضان وكأننا يعني في مشهد في فيلم سلمائي الغريب في الأمر كان تعليق وليه الأمر أنه قال أنه تصرف عفوي أنت بتخيل حضرتك أن ده يكون رد الفعل في الحقيقة أنت لو بصت للموضوع من النظرة الأولى هتقول آه دي المدارس ودي اللي بيحصل فيها لو كان وليه الأمر كان سكت كممكن الناس تطلع تقول كده فضلوا ده ما فيش تعليم ده ما بيعلموش الولاد بس من الواضح من تصريح وليه الأمر أنه أعفل مدرسة من المسؤولية ولكن لا نعفل مدرسة من المسؤولية برضه يعني هذا ليس معناه أن إحنا نتفق في إعفاء المدارس أو إعفاء الأخصائيين الأخصائي الاجتماعي والنفسي ده دوره أنه يقوم سلوك الولاد يقوم السلوك المعوج يعني أو السلوكيات التي يعني يمكن أن تخالف العرف المجتمعي جزء منهم طبعا بيعمل العكس وإحنا نتكنزكادنا لحضراتك وقصة أخصائية معينة بتقوم بزج الولاد على البنات لعمل علاقات وتصويرهم والسيطرة عليهم وهي اللي بتزوء الولاد ده صور من المشهد نفسه يعني أو زي ما تشافين حضراتكم أحضان وتمام التمام اللي لفت نظره تعليق وليه الأمر إن صح إن صح هذا التعليق منه ليه الأمر والمصادر منه ليه الأمر إنه حاجة عفوية بيفكرني بواحد بيقول لواحد بنتك ماشية مع حمدي الميكانيكي قال له ده الميكانيكي ولا بيعرف خلينا نخرج لفاصل ونتكلم معكم في موضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة كتير مننا بيكلم عن الحرب العالمية الثالثة كتير مننا بيكلم عن الأسلحة البيولوجية والنووية والأسلحة اللي ممكن يعني يحدث من خلالها إبادة في بعض المناطق ما حقيقة ما يسمى بالحرب العالمية الثالثة سؤال طب احنا ممكن نتكلم عن الأسلحة اللي ممكن تكون في هذه الحرب الأطراف اللي ممكن تكون متحربة هل هيبقى فيها عندي محور وعندي مش عارف إيه زي ما كان عندنا في حرب الأولى والتانية العالمية طبعاً خلينا نطرح هذا الموضوع مع خبير في هذا المجال في الطاقة الذرية ومتخصص في هذا الشأن هو الدكتور مهندس مجد المعصراوي اللي هيكون معنا حالاً بعض الفاصل قصير أدعوكم لعدم الالتفات والإبقاء معنا فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر